النهاردة حصل انقطع طيار كهربائي في بعض المناطق في أول أيام وقف تخفيف الأحمال تبقى لقرار رئيس الوزراء النهاردة انقطعت الكهرباء في الهرم وفيصل والمعادي إيه سبب الانقطاع؟ هل ده ليه علاقة بالأحمال؟ ولا ليه علاقة بالأعطال؟ هل الكهرباء لما تشتغل بكامل طاقتها قد تتعرض بعض المناطق لمشكلات بسبب مش عارف بسبب ايه يعني هل في مشكلة في المنطقة في البنية التحتية لهذه الكهرباء ولا لا خلونا نعرف من الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء لأن ازاي؟ كيف نفرق ده أحمال؟ ولا طأس؟ ولا أعمال؟ ايه سبب الأعطال اللي بتحصل؟ وهل هتبقى متكررة؟ ايه أكتر مناطق اللي ممكن يتكرر فيها انقطاع الكهرباء بعيدا عن الأحمال؟ هل الحكومة استعدت بالفعل لنهاية الصيف بكميات من الوقود؟ هل في بدائل؟ احنا عارفين فيه تنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول بإشراف من رئيس الوزراء شخصيا لكن وارد أن يحدث أعطال في منطقة أوسيانة في منطقة معينة لكن مش بالوقت ده النهاردة كان فيه مناطق قعدت فيها ست ساعات في الهرم طيب ترجمة نانسي قنقر